نعم طيب لافت للنظر بما أشرت إليه بأن الطلبة كانوا هم وقود هذه الاحتجاجات إذن نحن نتحدث عن فئة الشباب التي تتطلع لمستقبل أفضل هي من قادت هذه الاحتجاجات وتظاهرات كيف يمكن لهم أن يحافظوا على هذه المكتسبات التي حققوها فيما يتعلق بفرض الإرادة نعم طبعا أحيانا نحن نحصل بعد جهودنا على بعض الفرص الطلاب البنغلاديشيين بنغاليين نجحوا في إسقاط شيخة حسينة لكن الآن في مرحلة انتقالية هؤلاء طبعا في مرحلة الضغوط على الأسكر ليكون هنا حكم انتقالي مدني مشاركة كل الأحضاب الراغبين في العمل في السياسة كذلك تعديل بعض السياسات الظالمة وكذلك إسهام جميع فريق الشعب في الوطن البنغلادي في مساهمة في تطوير هذه الحكومة ليمثل شعوبهم لذلك نحن قرأنا مطالباتهم يعني تعيين هنا شخص اسمه دكتور يونس دكتور محمد يونس وهذا الشخص كانت عرفت بالمعارضة مع شيخة حسينة وكذلك في نجاحات في إصلاح الاقتصادي في البنغال بنغلاديش وكمان هو حاصل على جائزة النوبل في عام 2006 وهكذا لديه نجاحات كثيرة فالطلاب حتى يستمر في هذا النجاح نجاح إسقاط سلطات ظالمة هذا الشخص يقولون حتى يهتفون بشعار نحن نسيق بالدكتور يونس وهكذا لافتات واللائحات يكون في مظاهرة إذا قرأتم في فيديوهات التي نشرت من صور سوف ترى هذه الشعارات لذلك هنا أستاذ دكتور يونس ربما يمثل لهؤلاء الطلاب المحاججين متظاهرين حتى يحافظوا على نجاحهم في إسقاط الظلمة لكن هنا كثير من التحديات في الواقع الحالي بسبب الحكم الأسكر ربما هنا اتفاق مع طرف الثالث ربما يكون هنا مؤامرة خارجية من الدول الأخرى مثل السين أو أمريكا أو هند مثلا هنا مؤامرات ربما موجود خلف الأمور لذلك هنا اتخاذ هذه الفرصة أو مدومة هذه الفرصة حتى يسيلوا إلى نجاح أكبر لازم هؤلاء الطلابات بمأخذ هذه المظاهرة حتى ينجحوا